لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا أخذتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا ومولانا من الشاهدين اللهم تقبل منا قتم القرآن اللهم تقبل منا قتم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهم أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو سرعة أو زيق اللسان أو مقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدهم أو إظهار بغير بيان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الأرحام فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الأرحام فاكتبه منا على التمام والكمال والمحذب من كل الأرحام وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنة النعيم اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة ومصاحبنا في الوحدة ومصباحنا في الظلمة ودليلنا في الحيرة ومنقذنا في الفدنة وعصمنا به من الزيض والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن يا رحيم اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقك بالزيادة آمالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا واصب بسجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بستر عيوبنا اللهم اجعل تقواك زادنا والثقة بك ظخرنا وعتقادنا وأمن من الجوع والخوف بلادنا وصائر بلاد المسلمين يا ربنا اللهم نقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهننا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر أحدا علينا وأرضنا وارضعنا وباسمك الكافيئفنا برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين واللهم إني أسألك من كل خير سألك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيك ورسولك وربنا تقبل منا إنك أنت سمع العليم وتبع لنا إنك أنت التواب الرحيم وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا ومولانا محمدٍ وآله وصحبه واغفر لي ولوالديَّ ولمومنين والمومنات والمسلمين والمسلمات لحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وصلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والصلاة بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورضيته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كذل قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبداً آمين يا رب العالمين آمين يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاصٍ مغفلة يا بر رحمتك أرجى عندنا من عملٍ نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواقذنا بسوء الأدب وبالتجرؤ وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا نرجو سواك كلنا تفضلا ولا تواقذنا بكثرة الفضول في ظاهر وباطن وبالغفول وأسبلن علينا رب عافية وهبنا القصد في الدارين يا الله وافتح لنا كل بابٍ كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل بابٍ كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله وافتح لنا كل بابٍ كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله واسلبنا نهج رشدٍ وكفنا زللاً واطرد لنا الجن والشيطان يا الله وكملاً كل ما ننحو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي صعب وذي حرن ويسر كل ذي التعصير يا الله قوّل لنا عمرنا صحّه لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله قوّل لنا عمرنا صحّه لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله ودمر الكل أعداء تضر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكلنا عاصما من كل مهلكة ونجنا من بلاي الظهر يا الله وكم معيذا لنا من شر ذي حسد مع شرفا من وشر العين يا الله وشر ثحر وشر الخلق إنسهم مع جنهم وذوات السم يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ندفع ضرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي ثمانا وتجاوز عنا وأنزل يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر نقم وهب لنا الآداب والمزايا وكفنا الآفات والرزايا وهب لنا الحرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر وراء يا شافي أنزل الشفاء كمكان الدائي ولا تعامل نادي الابتلائي واشفئ جميع المسلمين عاجلا ثم قهم خوفا وحزنا عاجلا ونجهم وعافهم والطف بهم ولا تواخذهم بكثر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لغفلة لم يشركوا بك أحد وإن أبدانهم لا تقدر على بلائك لضعف يظهر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك هاهنا ثم غدا لكن ما تلذذ الجوارح أفضاهم لأقبه القبائل فلا تواخذهم بما لا ينقصك ولهموهب الذي لا ينفعك يالله يا مقلب القلوب قلب قلوبنا عن العيوب رحمة نوهب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأه قض أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأه يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الوراء يا هادي الرداء اللهم منصر من جعلته ولي أمرنا اللهم انصر من جعلته خليفتنا الخليفة العام للطريقة المردية اللهم احفظه بما تحفظ به عبادك وأولياءك الصالحين اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك واجمع به كلمة الأمة على الخير ووفقه لما فيه مصلحة العباد والبلاد والأمة الإسلامية قاطبة اللهم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا من يفعل ما يريد إن هذه الأمية العظيمة التي خلفها الشيخ الخليم وأنجزها الشيخ الخليفة لإعلاء كلمة الله العليا نسألك اللهم أن تطول بقاءه فينا ممدودا بالصحة والعافية والقدرة والقوة حتى يكتمل المشروع كما يتمناه وتتقوى أركانه ويؤتي ثماره وأقله بإذن الله تعالى وحتى يحقق مشاريع خديمية أخرى فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم انصر كل من يعين الشيخ على أداء مهامه ومشاريعه من أهل وأقارب وأتباع اللهم مكنهم بقوة وأيدهم بنصرك حتى يقوموا على مسؤولياتهم خير قيام ويوفقوا بالرضا والنجاح بكل مرام آمين يا رب العالمين يا رب يجعل المريدين معا في حسنك الحسين والشمل جمعا ملِّك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساعي يقبلا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حبنا صلِّ على خير الولى محمد وآله مع الصحاب العُبَّد واغفر ذنوبي وذنوب المسلمين والمسلمات يا غفور يا معين وقضي حوائج الذين داموا في خدمتي وهب لهم معراموا وارزقهم الإيمان والإسلام والفتح والإحسان واستسلاما وجازهم عني بالغفران وبالكرامات وبالرضوان واجذبهم إلى الهدى والخير واصرفهم عن الردى والضير واغفر لهم كل لغل وذنب وهب لهم معا صلاح القلب وكن معينهم على أمور الدين والدنيا مدى الدهور ولا تواقذهم بما قد اجرموا في السر والجهر فأنت الأكرم وافتح عليهم في العلوم فتحا يزيل عنهم دنسا وقبحا وهب لهم سعادة تدوم يا بر يا مجيب يا كريم واصرف قلوبهم إلى الطاعات بالعلم والعمل في الأوقات بجاه أفضل الورى محمد وحق شهر رمضان الأمجد وحق آله وصحبه جميع وحق كل ذي سعادة مطيع وصليا عليه ثم سلما وآله وصحبه وكرما ما دامت الخدمة سلما إلى سعادة ولنجاة وإله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوا بالقهر يا الله أرني عجائب قدرتك فيما أتمنى وأطلق وأكرمني بسرعة إجابة دعائي ببركة عبد الله وخديم رسوله خليلك وحبيبك ووسيلتي إليك هب لي مرامي يا وهاب دون عنان ولتكفن برسول الله كل بلا هب لي في هذا الدعاء الإجابة بالمصطفى والآل والصحابة يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في ذا النداء يا ذا الجلال يا متعالي يا خير والي أجب دعائي صلِّ وسلِّم على المتمِّم وكل يعصم بالانتهاء اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا ومولانا محمدٍ النبي الأمي المجاب وعلى آله وصحبه وأصنا خديمه واجعلني بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم داعين مجاب آمين يا رب العالمين ببركة عبد الله وخديم رسوله خليدك وحبيبك ووسيلتي إليك آمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة